السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو الاثنين الموافق ثلاثون آذار والآن أعزائي لنستذكر ما أخذناه في الحصة السابقة لقد بدأنا بدرسنا وهو عيسى العوام وقلنا أنه غواص عربي مسلم غواص عربي مسلم لنستمع إلى هذا الدرس عيسى العوام عيسى العوام غواص عربي مسلم اشترك مع القائد صلاح الدين الايوبي في حرب الفرنجة كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة حيث كان يربطها على وسطه ويصبح ليلا من غير أن يشعر به أحدا ويوصلها إلى عكا في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين وسبح في البحر انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأتي بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتا وعلى وسطه الذهب والرسائل لقد أدى الأمانة حيا وميتا نعم إنه حقا بطل مسلم والآن لأعيد القراءة عليكم استمعوا جيدا يا أحبائي وتدربوا على قراءة الدرس جيدا عيسى العوام غواص عربي مسلم اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة حيث كان يربطها على وسطه ويسبح ليلا من غير أن يشعر به أحد ويوصلها إلى عكا في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين وسبح في البحر انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأتي بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتا وعلى وسطه الذهب والرسائل لقد أدى الأمانة حيا وميتا والآن أعزائي هل تعرفون من هو القائد صلاح الدين الأيوبي؟ لنتعرف عليه سويا صلاح الدين الأيوبي هو من التابعين وقاد عدة حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم من الصليبيين الأوروبيين في سبيل استعادة الأراضي المقدسة التي كان الصليبيون قد استولوا عليها في أواخر القرن الحادي عشر ما المقصود بالأراضي المقدسة؟ وهي مدينة القدس وفلسطين وقد تمكن في نهاية المطاف من استعادة معظم أراضي فلسطين ولبنان بما فيها مدينة القدس بعد أن هزم جيش بيت المقدس هزيمة منكرة في معركة حطي وأيضا اشتهر صلاح الدين الأيوبي بتسامحه ومعاملته الإنسانية لإعدائه لذا فهو أكثر الأشخاص تقديرا واحتراما في العالمين الشرقي الإسلامي وأيضا الأوروبي المسيحي صلاح الدين الأيوبي نسب بالأيوبي والآن لنبدأ بتفسير الدرس عيسى العوام غواص عربي مسلم عيسى كلمة آخرها ألف مقصورة العوام بمعنى الغواص عيسى العوام غواص عربي مسلم عربي ياء النسبة اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي قلنا من هو القائد صلاح الدين الأيوبي الذي حرر المسجد الأقسى من الصليبيين وأيضا الأيوبي ياء النسبة في حرب الفرنجة ما المقصود بالحرب؟ أي القتال كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكة عندما حاصرها الفرنجة كان يحمل الأموال والرسائل الأموال جمع مال والرسائل جمع رسالة والكلمتان جمع تكسير كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكة عندما حاصرها الفرنجة حاصرها بمعنى أحاطبها حيث كان يربطها على وسطه أي كان يربط الأموال والرسائل على خصره ويسبح ليلا من غير أن يشعر به أحد ليلا وهي عكس كلمة نهارا من غير أن يشعر به أحد أن حرف نص يشعر فعل مضارع منصوب أحدا أي شخص ويوصلها إلى عكة وعكة مدينة من مدن فلسطين في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس في إحدى وهي وفي إحدى الليالي كلمة ليالي جمع ليلا وهي جمع تكسير شد على وسطه أي ربط على خصره ثلاثة أكياس وكلمة أكياس هي جمع تكسير فيها ألف دينار ورسائل لأهل عكة المحاصرين المحاصرين أي المقيدين وسبح في البحر انتظره أهل عكة طويلا لكنه لم يأتي طويلا وهي عكس كلمة قصيرا لكنه كلمة فيها ألفا تلفظ ولا تكتب لم يأتي أي لم يحضر بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكة ميتا كلمة أيام جمع يوم وميتا أي متوفيا وهي عكس كلمات حيا وعلى وسطه الذهب والرسائل لقد أدى الأمانة حيا وميتا أدى أي قام بتأدية الأمانة والآن هناك لم يأتي لم أداة جزمة يأتي فعل مضارع مجزوم يأتي أصلها كلمة يأتي بالآخرها حرف الي وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره والآن أعزائي الفرنجة هم مجموعة من القبائل الغريبة التي كانت قد شكلت أو قد شكلت ما عرف باسم تحالف القبائل الإجرامية فيما سبق الأفكار الرئيسية لهذا الدرس عيسى العوام بطل عربي مسلم عاش في عهد صلاح الدين الأيوبي أيضاً اشتهر عيسى العوام بالسباحة والغوص والأمانة ثالثاً قام عيسى العوام بإيصال الرسائل والأموال إلى أهل عكا المحاصرين من الفرنجة وأيضاً توفي عيسى العوام في إحدى مهامه البطولية غرقاً وحصلنا على جثته على أحد شواطئ عكا أدى عيسى العوام الأمانة حياً وميتاً والآن عزيزي أخرج دفترق لنستخرج القواعد كما تعلمنا سابقاً اللام الشمسية واللام القمرية الكلمات التي فيها اللام الشمسية هم الدين الرسائل الليالي الناس الذهب أما اللام القمرية العوام القائد الأيوبي الفرنجة الأموال المحاصرين البحر الأمانة وهناك أيضاً همزة الوصل والقاضع كل الكلمات اللام الشمسية واللام القمرية همزتها همزة وسط ونضيف إليها اشتركة وانتظره أما همزة القضع إلى أن أحد إحدى أكياس ألف أهل أيام وأدى حرف الجر والاسم المجرور في حربي إلى عكا على وسطه من غير به إلى عكا في إحدى فيها لأهلي في البحر على الشاطئ أما الفعل الماضي والمضارع الموجود في هذا الدرس هم اشترك كان حاصر شد ثبح انتظر وجد وأدى هؤلاء فعل ماضي أما الكلمات للفعل المضارع هم يحمل يربط يسبح يشعر يوصل يأتي حرف العطف والاسم المعطوف والرسائل ويسبح ويوصلها ورسائل وسبح والرسائل وميتا الكلمات المشددة كل الكلمات اللامشتنسية وهذه الكلمات غواص عربي حيا أدى ميت أيام لكنه شد وعك وكلمات تنوين الفتح هي ليلا طويلا حيا ميتا أما تنوين الضم غواص عربي مسلم وأحد أما تنوين الكسر أكياس دينار أيام أعزائي لا تنسوا أن تكتبوا هذه الكلمات في دفاتركم وشكرا لكم شكرا لكم